السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلاب الصف السادس اعدادي الفرع الادبي راح نحل السؤال الثاني المرشح لامتحان مادة الرياضيات طلاب العزائي السؤال الثاني يقول اذا كان لدينا المجموعة من واحد لا سبعة هذه قيمة اكس فكم عددا يمكن تكونه اذا كان اول رمزه مكون من ثلاث ارقام اصغر من اربعمية بدون تكرار في العدد نفسه ثانيا رمزه مكون من ثلاث ارقام اكبر من ميتين ويسمح التكرار في العدد نفسه الحل راح نحل اولا طلاب رمزه مكون من ثلاث ارقام اذا ثلاث ارقام اصغر من اربعمية هي شو اصغر من اربعمية طلاب هنا طلاب الاصغر من اربعمية هي مية والمائتين وتلاثمية وتسعة وتسعين هي اصغر من اربعمية يعني احنا مو عندنا ارقام هي احد واشرات ومئات إذن الآن المئات يعني لازم أكبر شي 300 مثلا 399 ما تتجاوز لو بعد واحد شان صارت 400 يعني لازم المئات تشقيد عندي 3 يعني إحنا من ين نختار نختار يا أما الواحد يا أما الاثنين يا أما ثلاثة حتى يكون عندنا العدد أقل من 400 واضح؟ يعني إذا أخذنا هسا الأربعة بالمئات رح يصير 499 رح تكبر لو أربعمية واحد يصير أكبر من 400 إذن رح نبدي نأخذ أهم شيء عندي شنوة أهم شيء بالعمل هي عندي المئات إذن نقول عدد طرق عدد طرق اختيار رقم المئات رح يكون عندي كم طريقة يا أما الواحد يا أما الاثنين يا أما الاثنين يا أما الاثنين ما مسموح لي إذن ثلاث طرق زين بح نقول عدد طرق اختيار رقم بعد عدد شنوة العشرات العشرات عدد طلاب إنه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبع أرقام إذن بس ننتبه تكرار لو بدون تكرار إذا بدون تكرار إن السبعة إحنا أخذنا رقم المئات ثلاثة إذن راح نقص واحد قد راح يصير عندي راح يصير عندي ستة بعدين راح أقول عدد طرق اختيار رقم الأحاد زين هنا الأحاد أي واحد هذا الأحاد أي رقم أقدر أختار الحد التسعة مثلا بس إحنا لعدنا الحد هنا الحد من الحد السبعة أوكي بس كمثال نطيتك إذن الأحاد هنا سبعة زين إحنا منها يا كانت عندها ثلاثة بالمئات نقصنا واحد صارا ستة نقصنا واحد من السبعة لأن أقدر أختار أي وحدة زين هسا ستة هم نقص منها واحد جدا راح يصير عندي خمسة لأن بدون تكرار راح يصير عندي عدد الطرق جدا طلعوا عدد الطرق تساوينا ثلاثة في ستة في خمسة نقدر نضرب منها خمسة في ستة ثلاثين في ثلاثة يساوينا تسعين طريقة إذن تسعين طريقة صارت عندنا هس راح نجي نقول ثانيا ونجي شو نقول رمزهم وكم ثلاث أرقام أكبر من ميتين أكبر من ميتين يعني نقدر نختار للاثنين نقدر نختار للميتين ميتين وواحد ميتين واثنين ميتين وثلاثة ميتين واربعة إذن طلاب العزاء راح نقول إحنا أكبر من المئات جدا راح يكون نوحدة ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن أكبر من الميتين إذن راح نقول عدد طرق اختيار رقم المئات عدد طرق اختيار رقم المئات زين ليش بيجينا من المئات لأن المئات هي تتحكم عيد مئات عشرات أحد هنا مثلا راح نخلي ميتين إذا خلينا واحد راح نصير مئة أصغر من الميتين إذن اللي راح يتحكم منه هو المئات إذن عدد طرق اختيار أهم شي تفهم هذا الله المئات هي ست طرق ليش واحدة ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بعدين عدنا عدد طرق اختيار رقم العشرات راح يكون عدنا طبعا هسنا نحن نكتب شكرا النقص لو ما نقص إذا تكرار بدون تكرار النقص إذا تكرار لا هنا مو سبع طرق إذن نكتب بالعشرات السبعة لأن المئات هي التحكم إذن عدد طرق اختيار رقم الأحد الأحد هم أي واحد نقدر نكرره هم راح نكون عندي سبعة وقال من طلاب يسألني يقول لي أستاذ يعني شيني المئات تتحكم ليش المئات ستة والعشرات سبعة طلاب إحنا لأن هو يقول لك أكبر من المئتين لازم يعني الاثنين هي اللي تتحكم هي اثنين مئات إذا أخلي الواحد ما أقدر أخذ ليش لأن إذا أخليت واحد راح أصير مية مثلا مية وخمسين مية وواحد وخمسين مثلا فما أقدر أخذ الواحد إذن الواحد هملته ظلت عندي سب طرق الواضح هذا بالمئات بالعشرات أي رقم أقدر أخلي أقلي الواحد والاثنين والثلاثة إذا خليت الواحد يعني الاثنين صار ميتين والدعش إذن أي واحد أقدر أختاره من العشرات وكذلك الأحاد أي واحد أقدر أختاره باعه الأحاد اختاريته واحد إذن طبق للعملية أو يعني كان من ضمن مجموعة الحل إذن عدد الطرق طلاب راح تكون عندي عداد الطرق يجو ساوي ستة في سبعة في سبعة ستة اثنين واربعين في سبعة أو ستة في سبعة اثنين واربعين في سبعة سبعة في اثنين أربعة واربعين في سبعة واربعين واربعين في سبعة وعشرين راح أصيب عندنا ميتين واربع وتسعين طريقة ميتين واربع وتسعين طريقة إذن هذا الطرق طريقة تحل السؤال المرشح طلاب واللي أريدكم تتابهون عليه السؤال المهم مع السلامة اشتركوا في القناة